أهلا بكم وفي اليوم الرابع والعشرين بعد المائتين من القتال المستمر ثبت الروس عالمهم في بخموت أقدم مركز تاريخي وثقافي في دونياتسك في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا هي حصن أوكرانيا كما وصفها مسؤولون أوكرانيون ووسائل أعلام غربية بخموت التي باتت في يدي موسكو تحولت إلى رمز معنوي في المواجهة الروسية الأطلسية المستمرة تقع بخموت شمالية مقاطعة دونياتسك على بعد نحو 65 كم من المركز الإداري للمقاطعة ونحو 580 كم عن العاصمة كييف وتبلغ مساحتها 41 كم مربعا وكان عدد سكانها 71 ألفا فر منهم 90% بسبب ضروة المعارك تعد بخموت عقدة مواصلات استراتيجية في الدونباس والسيطرة عليها تمنح القوات الروسية مدخلا سهلا نحو مدن أخرى مهمة مثل كراماتوريسك وسلوفيانك بالإضافة إلى قطع الطريق على القوات الأوكرانية لمتابعة سيطرتها على عدد من المناطق في الدونباس كما تعد بخموت واحدة من أكبر مراكز صناعة الآلات الثقيلة في أوكرانيا وتمثل عقدة مواصلات مهمة يمر فيها خط حديدي يربط جنوب وشرق حوض دونياتسك بالغرب والشمال هي تعتمد أساسا على استخراج الملح الصخري وتساهم بنسبة ثلاثة في المئة من الإنتاج الوطني ويلمع في هذا المجال اسم مدينة سوليدار فولوديمير سيلنسكي وصفها خلال زيارته واشنطن بأنها قلعة لمعنوياتنا وقال حينها بالحرف إن معركة بخموت ستغير وجهة حربنا فكيف ستكون الوجهة الأوكرانية بعد سيطرة روسيا عليها ولسيما أنها تستعد منذ أسابيع لشن هجوم مضاد شرقا في مواجهة قد تجر العالم إلى احتمالات مفتوحة موسيقى